السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا على يوم الاثنين ثلاثة تموز يونيو طبعا القمر موجود الآن موعد بث الحلقة له مساء يوم الأحد في القوس في عنا خلوم مسار الآن وبعد قليل بدو ننتقل لبرج الجدي يعني رح نتكلم على أنه في برج الجدي أغلب اليوم طبعا اليوم في مكاسب وفي مفاجآت ولكن برضو بظل في بعض الصراع النفسي موجود عندنا طبعا القمر الآن موجود في منزلة سعد الذابح وهي للعلاج والفراق والخلاص أو الحرية ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 2 و7 دقائق من عصر اليوم الاثنين لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة سعد بلع وهي منزلة للعلاج والفراق وإطلاف الأموال والحرية طبعا الآن في عنا خلوم مسار احنا بدأنا في موعد بث الحلقة اللي هو حكينا مساء يوم الأحد أو عصر يوم الأحد خلوم المسار هذا بدأ الساعة وحدة و33 دقيقة من الظهر أم بعد ظهر اليوم الأحد ورح يستمر لغاية الساعة 5 و19 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش من بعد عصر اليوم الأحد يعني من بعد بث الحلقة هاي بثل الساعات و19 دقيقة بانتهي خلوم المسار وبانتقل القمر لبرج الجديد بالنسبة لخلو المسار قلنا إنها هاي فترة سلبية لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبي أو زواج أو شراش يثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 5 و19 دقيقة بعد العصر خلاص القمر هو رح يكون موجود بالجدي فعشان هيك طول اليوم منعود لطبيعتنا الجادة منحاول إنجاز عمل متراكم نجد إنه الأمور ما بتصير معنا بسهولة بتسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض منه علينا الإجتهاد أكثر بوسع نشرع بعمل جديد أو شرات حفاءة أثرية أو البدء بحمية أو الاهتمام بمسائل تتعلق بالتأمينات يعني تأمين على الحياة تأمين صحة شركة تأمين مراجعة شركة تأمين عمل عقد تأمين أشياء من هذا القبيل بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية تربية سلبية بين الزهرة وبين أورانوس وإن تأثيراتها هاي من يوم 24-6 ليوم 14-7 بتخلق لدينا تصرفات اندفاعية وشقاقات يتوقع لأي علاقة غرامية ضعيفة بينها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين عطارد وطبعا هاي من يوم 24-6 ليوم 8-7 بتعزز قدرتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب تعذر علينا فهمه بالسابق وبيزداد التوجه لإجراء اتصالات أو تنقلات أو سفريات ضرورية تجلبنا نوع من أنواع الحيوية والنشاط بتزيد من قدراتنا العقلية برضو جيدة على مستوى اللي عندهم انتحانات أو مواضيع أدبية وبرضو في مجال مشاريعنا الحالية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين عطارد وبين المشتري وهي تأثيراتها طبعا لليوم آخر يوم لإلها هي مستمرة من يوم تسعة وعشرين ستة وتأثيراتها لليوم ثلاثة سبعة نتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري كما أن هذا الاتصال بيزيد من احتمالية السفر والاتصالات بيزيد من ميلنا للعلوم الطبية والأستاذة أو العلوم الدينية أو المسائل الدينية وبيدفعنا لممارسة وظيفة حرة وهي التحول برضو بيعطي هاي الفترة طاقة أعلى ومناسبة لاتخاذ قرارات على المستوى المالي أو المادي أو القيام بخطوات تمنح نترقي في وظيفتنا أو الخلاف أو دعاوة قضائية بشكل ودي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين الشمس وبين المشتري هاي تأثيراتها من يوم 24-6 إلى يوم 8-7 برضو هاي الزاوية بتدفع بحضورنا بصورة عامة بتقول من إيرادتنا بتمنحنا ثقة بالنفس والتسامح ميل لحسن التصرف بيجلبنا نوع من أنواع الحظ والنجاح وإمكانية أنه يكون لنا دور اجتماعي مهم وممكننا نحقق برضو نجاح في حياتنا المهنية أو المادية وبتربطنا علاقات مهمة ونافعة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين زحل وهي تأثيراتها من يوم 21-6 إلى يوم 6-7 يعني هذا الاتصال بعطينا قدرة على تنظيم شؤولنا وتحمل المسئولية بمنحنا القدرة على السيطرة على الذات والمثابرة والجدية والفطمة والحسب الواجب وبرضو بيزهارنا على النجاح وبيدل على أرباح تيجي عن طريق المعاملات العقارية يعني بيع عقار استجار بيع عقار تأجير عقار أو وسيط عقار أشياء زي هيك ممكن أن يكون فيها بعض الفوائد وما بتحققه نجاح المستوى العمل وعلاقات جيدة مع الأباء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين نبتون وبين بلوتو وهي تأثيراتها من يوم 28-6 إلى يوم 12 وهي زاوية منفصلة هاي الزاوية بتسبب عودة وضعية قديمة بتدعم وضعنا الحالي يعني شخص برجع لحياتنا أو عمل برجع لحياتنا أو شيء قديم برجع بظهر على الساحة ولكنه ظهوره بيدعم حياتنا بشكل كبير أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين أورانوسو هاي تأثيراتها مستمرة من يوم 17-6 إلى يوم 5-7 طبعا هاي بتخلي في عنا نوع من أنواع التردد والخوف من اتخاذ قرار حاسم في حياتنا وهذا الشيء بيجعلنا غريبي الأطوار وعنيفين بيسببنا شقاقات عاطفية والبعض ممكن يشتكي من تقلبات في المزاج الجنسي بين الضعف وعدم القدرة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين المشتري وبين زحل وهاي تأثيراتها مستمرة من يوم 25-5 إلى يوم 14-7 أي بالدعم من وضعنا المادي أو المهني أو الاجتماعي يعني على حسب حق الإختصاصك وبرضو ممكن أن نحصل على ترقية أو مركز أكثر أهمية وبتزيد من إحساسنا بالأمن وتعطينا نوع من أنواع السعادة المادية وهذه فترة مناسبة للاستثمار واقتناء ملك عقاري وتأمين مستقبلنا ومستقبل المقربين لإلنا بالنسبة للزوايا اللي اليوم ذروتها أول زاوية زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين زحل هاي ذروتها الساعة 44 دقيقة من صباح اليوم الاثنين بتوقيت جرينيتش ولكن تأثيراتها بتبدأ من الآن يعني من مجرد انتقال للقمر للجدي بيبدأ تأثير هاي الزاوية وبيستمر حتى عصر يوم الاثنين بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شغلنا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر كمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تتليت إيجابية بين القمر وبين المشتري وهي تأثيراتها طبعا ذروتها الساعة التسعة ودقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش من صباح اليوم الاثنين وتأثيراتها أيضا بتبدأ تقريبا من منتصف ليلة الأحد على الاثنين وبتستمر حتى مساء يوم الاثنين بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومن حاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم أعمال إنسانية وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية طبعا بالنسبة لهذه الزاوية برضو بتمنحنا نوع من أنواع العطف والمودة وبنحضب الشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كما بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين الشمس هاي يعني إن القمر بد يصير بدر والساعة 11.38 دقيقة من ظهر اليوم الاثنين اكتماله الكامل شوي هذا بيعمل نوع من أنواع التقلبات من المزاج طبعا هو من الآن تأثيرات هاي الزاوية موجود ورح تضل مستمرة لصباح يوم الثلاثاء عادة لما بيكتمل القمر بيخلق لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار وهذا الشيء بينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين وتجعلنا قلقين متشائمين متقلبين بتزيد من الصعوبات وخصوصا مع الجنس الآخر وبتخلي في عنا نوع من أنواع العصبية والحدية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية طبعا ذرغتها الساعة أربعة وتسعة واربعين دقيقة من بعد عصر اليوم الاثنين ولكن تأثيراتها بتبدأ من فجر يوم الاثنين وبتستمر حتى صباح يوم الثلاثاء بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجي الطباع هي هاي زاوية مصدر للتوتر خصوصا للأشخاص اللي بيكونوا متعبين من الضغط يعني هيك نفسيا عندهم ضغوط حياة هم أكثر ناس بتأثر عليهم بشكل سلبي وممكن يتعرضوا لبعض الحوادث بسبب عدم التركيز وفي هاي الزاوية برضو في هاي الفترة ما منح سن التحكم في أفكارنا وكلامنا وذاكرتنا عشان هيك نفكر كثير منيح قبل ما نتخذ أي قرار أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تتليث إيجابية بين القمر وبين أورانوس هاي طبعا الزاوية هي صباح يوم الثلاثاء ولكن بتبدأ تأثيراتها من مغرب يوم الاثنين وبتستمر حتى عصر يوم الثلاثاء بتزيد من قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك برضو بتمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة والسينما والميل لكل ما هو مدهش وغريب بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا عنا الركبتين والمفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري والردفة العظام الأسنان الأوتار الأربطة الجلد الشعر الطحال جهاز التوازن يعني بمعنى آخر اليوم بالنسبة للعمليات الجراحية لأنه اجتمع القمر كامل بدر الآن فعشان هيك ما بننصح بالعمليات الجراحية إلا الإضطرارية هذا واحد اتنين عمليات التجميل بما أنه عندي الأسنان والجلد والشعر تجميل لإيش برضو رح ندخل برسك الخطر بشكل كبير فعشان هيك ما نقول هاي الأمور إذا كان في مجال تأجيلها تأجيلها ولكن إذا كانت أشياء صغرى يعني واحد عنده أوجاع أسنان عنده شيء العصب عنده تنظيف عنده هاي يعملها ما فيه أي مشكلة ولكن العمليات الجراحية أو الزراعة ما مننصح فيها طبعا هذا اليوم زي ما حكينا لا يصلح لا للجل لا تجميل ولا لا إزالة الشعر ولا لا الأمور اللي إلها علاقة إلا بالقص العادي يعني قص شعر عادي ولكن مش تجميلي مش صبغ مش حنا بالعكس هذا اليوم من الأيام المناسبة جدا للأشخاص اللي بيحبوا يعملوا حجامة اللي بدهم يعملوا حجامة اليوم عشان من يعطي الدم وضغط الدم وهي فهذا اليوم مميز أما بالنسبة لأخلو المسار القادم فهو ساعة أربعة وخمسة وأربعين دقيقة من بعد عصر يوم الثلاثة أربعة سبعة بيبدأ خلو المسار وبيستمر حتى ساعة خمسة وتسعة وعشرين دقيقة من بعد العصر لا ينتقل القمر بعدها لبرج الدلو يعني تقريبا مدة خلو المسار خمسة وأربعين دقيقة أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المكتمل عمره خمسة عشر يوم في تمام الساعة خمسة وخمسة عشر دقيقة بعد العصر بصير عمره ستة عشر يوم نسبة الإضاءة تسعة وتسعين في المية طبعا ليش تسعة وتسعين في المية لأنه موعد بث الحلقة الآن لو نظرت للقمر بيكون تسعة وتسعين في المية وبما أنه اكتماله رح يكون في ساعات الظهر بصلى مية في المية ففي ساعة المساء آخر اليوم هذا الاثنين برجع لتسعة وتسعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم ثلاثة وعشرين سبعة سعيد بنسبة سبعين في المية القمر في الجدي حتى يوم أربعة سبعة طبعا سعيد الآن بنسبة عشر في المية في ساعات منتصف الليل بصير سعيد بنسبة ثلاثين في المية في ساعات العصر بترتفع نسبة السعادة إلى خمسة واربعين في المية في ساعات المساء المتأخرة تقريبا بصير سعيد بنسبة خمستعش في المية عطارت في السرطان حتى يوم أربعة سبعة سعيد الآن بنسبة ستين في المية في ساعات المساء المتأخرة بصير سعيد بنسبة ثلاثين في المية الزهرة في الأسد حتى يوم ثلاثة وعشرين سبعة منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية المريخ في الأسد حتى يوم عشر سبعة منتحس بنسبة خمستعش في المية المشتري في الثور حتى يوم 4-9 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 4-11 منتحس بنسبة 10% ورانوس في الثور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 30% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 10% أما بالنسبة لبلوتو في الجديد هو بيتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 15% طبعاً يا ريت اللي وصل معنا لهون هم ما حط لايك أو ديس لايك أو كومنت أو اللي بدي حط لايك وحط بدي حط كومنت وحط بدي يشترك في القناة يشترك انتوا حرين مثل ما بدكو هاي الكبسات عندكو كبسه مثل ما بدكو وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً اليوم القمر موجود في بيت السمة البيت العاشر فعشان هيك بتتركز جهودكم نحو العمل والعلاقات مع المسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة ما بينفعكم العناد والتحدي حتى لو اشتدت الضغوط حاول أنك تبرر عملك وإظهر مهاراتك ممكن تكون الظروف معقدة أو صعبة وانت اليوم برضو طباعك وأفكارك مشتتة وعصبية نتيجة الغضب أو الاضطراب ولكن بظل في مزايا على مستوى العمل ممكن تعزز علاقاتك مع المسؤولين وممكن يكون في مفاجأة إليك إيجابية خلال هذا اليوم بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر استقر في البيت التاسع عندكم فاليوم بتنشطه في مجال السفر والاتصالات البعيدة وبتزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم أهمش إنك ما تجعل شيء يحبطك التطورات غنية بالفرص المناسبة بتنحسر العواصف والضغوطات الموجودة بترتفع المعنويات أكثر خلال هذا اليوم بتطمئن خواطرك نسبيا وهذا اليوم مناسب جدا لأمور تتعلق بالسفر أو ورشات العمل أو التنقلات الاتصالات الامتحانات الدورات الدراسية والتعليمية يعني فيما كثير من المزايا حتى على المستوى العاطفي برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بتعيدوا تنظيم أموركم المالية اليوم تركيز على الأمور المالية المشتركة يعني بنك وضريبة وتأمين أي مال مشترك أو مال الزوج أو الزوجة والفرصة اليوم متاحة لمكسب بي جي مصدره من شراكة شراكة عاطفية أو مالية أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية أهمش أنك ما تتشبث بمواقف متصلبة وحاول أنك تكون مرن ومبتسم ناقش بليوني ودبلوماسية اتكلم وعبر عن آراءك بجراء وثقاء وعن سابق معرفة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا أبي نصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفي ولكن دك تحذر لأن القمر موجود مقابلك تماما طاقتك ضعيفة حاول تهتم بمسائل العلاقة بالمصالحة أو التواصل ما بينك وبين شراكات وخصوصا ما بين الأزواج أو شراكات العمل هذا اليوم مناسب للقيام بعمل مشترك الأجواء ممكن تكون متوترة لأنه مقابلك تماما فحاول أنك تركز بشكل جيد وما ترتجل لأجواء ضاغطة نسبيا والمسؤوليات كبيرة أهم مش أنك تهده من روعك وما تنفعل برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا ببدأ العمل بالتراكم لديكم مع هيك أنتوا عندكم قدرة عالية جدا عن جاز قسمي كبير من عملكم وحاولوا أنكم ما تهملوا صحتكم هاي فترة عمل جيدة حاول أنك أنت تكون أكثر انضباط وأكثر تنظيما وحاول أنك أنت تركز على الأعمال الضرورية والمهمة عشان تقدر تنجزها أو تتممها بعض موليد برج الأسد ممكن ينشغله بأمور صحية أو رياضية أهم مش أنك تحافظوا على استقرار وضعكم الصحي يلي بشعر بشيء غير اعتيادي راجع الطبيب ممكن تقلق بشأن أحد المعاونين أو أحد الأصدقاء أو زملائك بالعمل أو ممكن تبدأ عمل جديد برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا القمر صار في البيت الخامس يعني بيت العاطفي والحب والغراميات والحضوط فبتشتد رغبتكم اليوم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وهذا اليوم مناسب جدا لممارسة نشاط فني ممارسة هواي مثلا وهاي فترة بتحمل أجواء يعني بدناش نقول سحرية كثير ولكن أنه فيها مزاهية ممتازة ومفاجآت سعيدة بتكون نظرتك للحياة متفائلة ممكن شوي تراجح حالك على بعض التصرفات الأخيرة وتحاول أنك ترتب الأمور من أول وجديد هاي فترة بناة وإيجابية والأخي نحاول أنك تبعد عن لوم نفسك أو محاسبة نفسك أو تخلي الاكتئاب هيكل وسواس يسيطروا عليك اليوم برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بتفضله التركيز حول شؤونكم البيتية والعائلية لأن القمر في البيت الرابع بيت البيت بيت العائلة بوسعكم ادخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم أو استئجار بيت أو ترتيب بيت أو تنقل من بيت لبيت يعني أشياء من هذا القبيل وبرضو اليوم بدك تنتبه لأنه اليوم أنت مضطرب ومرهى في الحس بعض الشيء ممكن تشعر بالارتباك أو تغضب بسرعة بسبب أي انتقاد أو كلمة بدك تتجنب الخصام والجدال كليا ومن المحبذة عدم إلقاء اللوم على الأحبة طبعا اليوم في أعمال وانشغالات منزلية وأحداث عائلية إيجابية إن شاء الله برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم عندكم نشاط عالي جدا بالتنقلات والاتصالات والسفريات والنقاشات والحوارات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة وبتتمتعه بسرعة بديها وخاطر وباستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة وممكن تحصلوا على فرصة جيدة بتبرروا من خلالها مشاعركم بتبرروا مواقفكم بلاي ما حكينا اليوم ما رح تهدأ وطيرتك من كثرة الحركة والنشاط والحوار كل الأمور هاي وحتى مع الأحبة في نوع من أنواع التواصل برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم بيحملكم فرصة مالية أو فرصة لمكسب مالي هذا المكسب بيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة وممكن تحتاجوا لمساعدة من جهة ما أهم شيء إنه ما تتكبروا يعني الأمور رح تكون إلها عدة أمور إلها علاقة بالمكاسب المالية والفرصة ممتازة لهاي الأمور ولكن يعني صحيح إنه الوضع الفلكي بسهل عليك بعض الأمور وبعطيك بعض النجاحات ولكن ما تسمح لأي شخص بإنه يغشك أو يخدعك وكون حريص على أموالك وممتلكاتك وعزز وضعك المالي برج الجدي بالنسبة لمواليد برج الجدي طبعا اليوم بتبدأوا فترة أفضل بشكل كبير لأنه خلص القمر بدي ينتقلوا يستقر عندكم بشكل مباشر فبوسعكم السيطرة على زمام الأمور حاولوا إنك تجدوا أي شيء جديد أو تبحث عن أي أمر مميز خلال هذا اليوم بتعيشوا فترة واعدة من الأفراح والنجاحات وتعتبر هذه فترة مميزة جدا خلال هذا اليوم ولكن ما تخلي الوسواس والتقلب المزاجي يسيطروا عليك وحاول إنك تدخل التنويع لحياتك الشخصية اليوم بيحمل لك انفراج وتسوية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم يعني فيه هيك نوع من أنواع التعب لأنه القمر خلص انتقل واستقر في بيت المتاعب فعشان هيك بنال التعب منكم وتفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم حاولوا إنكم ما تنجزوا كثير من أعمالكم اعملوا بشكل روتيني وبرضو حاولوا تأخذ قسط من الراحة من وقت لآخر هاي فترة محبطة وفارغة تماما من كل خبر وحسن حاولوا إنهاء هاي الفترة يعني لغاية مساء يوم الثلاثاء لا يوصل القمر لعندكم بهدوء ممكن تواجه ضغوط وعرقيل وامتحانات صعبة وممكن تخسر صفقة تجارية أو تحزان لخبر أو شخص يكون وعدك بشيء وما يوفي فيه أهم شيء أنه ما تتسرع برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتنشطوا اجتماعيا وتلتقوا لأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا فيه مناسبة سعيدة وبتميلوا للتواصل مع الآخرين وممكن تنجحوا في حجد تأييد أو دعم لقضيتكم الأجواء جيدة وداعمة بشكل قوي جدا على المستوى الاجتماعي وحاولوا تستغلوا هذا اليوم بكل طاقتكم عشان تنجزوا وتمنوا أعمالكم قبل يوم الغد لأنه يوم الغد في ساعات المساء تقريبا أو ما بعد العصر القمر رح يوصل لبيت المتاعب فلازم إنك تحاول تنجز كل أعمالك اليوم حاول تخرج للقاء الناس والتعارف مناسبات اجتماعية تستغل علاقاتك الاجتماعية وفي منكم ممكن يسافروا أو ينضموا لجمعي أو يهتموا لشؤون أقارب الشريك طبعا يا ريت برضو للتذكير اللي ما حط لايك ويحط لايك اللي ما كبس على الكبسات تحت كبس بإيجابي ولا سلبي بأس المهم إنه كبسه بس تبعت الدعم هذولا نسوهم ماشي خلينا على الكبسات يعمل بس لايك يعمل هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلا لكا قال鷹د blanc قريبيا انا لحفظه معاذ كانت уст واحدة أين معاذ من قريبا كم حفظه